اخوتي اخوتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم دائما عبد الرحيم قناة الجالية العربية اليوم سنتكلم لكم على مجموعة من المواضيع دائما التي تخص الرحلات الجوية والرحلات البحرية كيف ما ستعرفوا أن المغرب يعني الخطوط الملكية المغربية أعلنت عن عشر وجهات جديدة اللي سيفتحوا منها الرحلات بأسمينة منخفضة كيف ما كان القرار دائما الجلالة الملك لكن واحد الحاجة اللي بغي نوضحها للناس غادي نوضحها المشيء غير هذه العشرات الوجهات حتى باقي الوجهات الأخرى كذلك غادي نتكلم لكم على الباخرة يعني دائما بورتيماو من ميناء بورتيماو إلى المغرب راه تمت الموافقة من طرف السلطات البرتغالية وراه إن شاء الله في آخر هذا الشهر قالوا بأنهم غادي يبدأوا الرحلات وبالسعر اللي قالوا دي 4500 درمي يعني 450 أورو للعائلة المكونة من أربعة أشخاص كذلك بغي نشرح لكم واحد الحاجة الناس اللي بغوا يسافروا ومازال متحت لهم مش الفرصة راه غادي نوريكم واحد طريقة سهلة وبسيطة تبقوا متابعين بها للرحلات راه كينين الأتميناء تلوحوا مرة مرة بلا ما تحتاج تتسنى واحد القرار ولا واحد الخبر من الخطوط الملكية المغربية وكينين عندنا واحد أخبار أخرى كذلك إيطاليا تعلن عن إلغاء الكمامة ابتداء من نهار 28 فهذا الشهر فين في الأماكن المفتوحة ماشي في الأماكن المغلقة الأماكن المغلقة ستفقى كما هي كما أنهم راه عارفين بأن أعلنوا يعني ما بقاش هدك الكوبريفوغو وأشياء أخرى أخبار متفرقة لغادي نقول لكم في هذا الفيديو أول حاجة الناس اللي بغوا يعرفوا دائما الرحلات يعني واحد نقتره تيجوني مكالمات كثيرة تيجوني مرسلات كثيرة في الإنستغرام حتى في القناة الناس عندهم واحد الخلط يعني هذا حاجة بسيطة الإخوان اللي بغوا يسافروا من أوروبا أو من جميع دول العالم إلى المغرب أراه يعني إلا كان عندك الجلبة سواء جونسون لدارة مرة واحدة تكون فيتا جوج أسابيع من بعد جرعة واحدة لكينا أو إلا كان عندك الجميع يعني الجلبات الأخرين اللي معترف بيهم اللي هما أسترزينيكا وسينوفارم موديرنا بيفايزر حتى هذا الروسي حتى هي معترف بها يعني المغرب السينوفارم طبيعة الحال لأنه تستعملهم كل هذا يعني بعد الجرعة الثانية تكون فاته جوج للأسابيع رأى عندك الحق تمشي المغرب بلا ما تدير هذك التاست بي سي أر إلا كنت انت غادي للمغرب يعني ما تقوش خلطه الأمور كان الناس يوريوا للناس وهما بالخاطئ انت غادي للمغرب يعني مسافر للمغرب لا تحتاج البي سي أر إلا كان عندك الجلبة كاملة يعني جوج الأسابيع من بعد جرعة وحدة دي الجنسون أو من بعد الجرعة الثانية هنا ما غاديش يوقعوا نعودوا هذا الموضوع علاش لأنه كثير دي الناس يسولوا وقالهم خلط أما الإخوان اللي بغاوا يخرجوا من المغرب إلى أي دولة بالعالم يعني هنا غاديشوف الدولة اللي هو غادي لها مثلا الناس اللي بغاوا يجيوا لإيطاليا رأى إيطاليا تتفرض الحجر الصحي دي العشر أيام وتتفرض التست ماشي غير بي سي أر تست بي سي أر موليكولاري وانتي جانيكو كياني الناس يقولوني من اللارا ما مقبول اللارا سيدي رأى مقبول يعني التست موليكولاري وانتي جانيكو رأى مقبولين هنا في إيطاليا يا أخي من اللي تجي من المغرب لإيطاليا كنت يدير الجلبة كاملة ومدقوز ربعة سيمانة ومدقوز عشرة رأى لا علاقة رأى ضروري خصتكم واخدتكم على ذلك الجلبة ضروري من التست يعني هذي ما نقومش نتناقشوفها التست يكون صالح لمدة 72 ساعة الناس اللي بغادي المغرب رأى التست صالح لمدة 48 ساعة فقط إذن ما تحتاجوا لكي تبقوا تخلطوا الأمور إخوان اللي بغادينا للدول الأخرى رمع عليهم إلا دخلوا للموقع اللي خليت لكم ديك المرة وغادي نعاون نخلي لكم حتى في هذا الفيديو غادي ندخل وغادي نشوف فيه جميع الدول كلها أشنو الشروط اللي تدير هو إياطا اسميتو إياطا ترافل ولا ندخل فيها جي سيغوري يعني كنين مواقع كثيرة غادي نحاول نحطها لكم دائما في جميع الفيديوات باش الإخوان والأخوات اللي بغاوا يدخلوا ويشوفوا غادي قدروا يتعرفوا على هذي المعلومات هذي بخصوص هذي نافذة افتحتها باش الناس ما يبقوش يعودون نفس الشيء هنا انت غادي تدخل يعني ماشي الموقع التويتر ديال الخطوط الملكية المغربية راه دائما تحطوا تحديثات وكالوا بأنه راه من اللي تحطوا ذيك الأسعار راح تضطير في 24 ساعة ما تتبقاش إذا الإخوان اللي بغاوا يسافروا من أوروبا أو من جميع دول العالم ويبغاوا يمسوا المغرب رامع لهم إلا يبقاوا متابعين وليشوفوا في أجانس اللي تبقى متابع عليهم لأنهم راح تلوحوا رحلات كذلك الناس ديال الرومان اللي كانوا قالوا اللي أنا مبقوش راكيني الرحلات وماتلا راكيني الرحلات كانوا ذارو هذي نهار 28 في سار ونهار 27 والذهاب ولكن الإشكالية اللي كانوا ذيرين أن الذهاب العودة متفوش عشر يام حتى الخمسة عشر يوم راح بـ 150 أورو الشخص الواحد يعني قبل من العيد هنا دائما تبعوا هذوك الأخبار اللي تقولوا مثلا الـ 29 حتى الـ 12 راح انت إلا قطعت الـ 29 ورجعت الـ 12 راح تقطع 150 أورو أما إلا درتي الرحل لو بغيت إذا رجعتها لشهر 8 أو اللي هذا راح تتلقى أسعار غالية إذن معنكم إلا تقوم تبعين الموقع راح تتحصلوا على 8 يعني دل تذكيره رخيص هذا تنتكلم على النازل الرومى بالنسبة لعشر مدن يعني عشر مطارات أخرى اللي دارت الخطوط الملكية المغربية راحهم يعني معروفين هما بولونيا ميلانو بروكسل باري فرانكوفورت أمستردام مارسيليا تولوز وبوردو وليون يعني هذو وقائلين بأنه إلا بغيت تتحصل تمرخيص سيكون من 15 جوية يعني 15 شهر 7 إلى 21 شهر 7 المرحلة الأولى المرحلة الثانية من نهار 12 حتى نهار 18 في شهر غش يعني انت إلا قطعت 12 ورجعت 18 سأتلقى هذا الثامن وانت إلا قطعت نهار 15 ورجعت نهار 21 سأتلقى هذا الثامن انت إلا بغيت تقطع ما بين 15 و 21 دهب وبغيت تقطع ما بين 12 و 18 روتور الربحلة ستخلص الضعف يعني إلا كنتو ربعة ستخلص ربعمية وستعود ربعمية وتسمح في الروتور لأن إلا درتي الروتور ستجدها بتعمل غالي جدا فهمت الفكرة؟ يعني انت مستعد خلص لتلتمية ولكن انت رقيتها ب 700 و 800 إذا ستقطع من نهار 15 إلى نهار 21 دهب هنا ستقطع آل وروتور ستقطع ربعمية وخمسين وآل وروتور ثاني في نهار 12 و 18 حتى أيام 150 هنا ستوليت 300 ولكن ستسمح دائما في واحدة وردوا بالكم هنا الرويال لا تترجع الفلوس بالنسبة لفورفة الذي يجب أن ندخس لا تترجع الفلوس لا تتبدل الريحلة للطيارة يعني ردوا بالكم لا تسيدوش تقول الله رغضين خلص بينال ما كلا بينال ولا شيء ما بشيتش مشاورك الفلوس خليفة الله ما بغيش تبدل نهار ما غير يبدلولكش يعني هذا بالنسبة للناس اللي مقطعين في الطريفة الرخيصة أما الناس اللي مقطعين في طريفة عادية أو شيء بروموسيون أخرى رغم ما شيء مشكلة ستقرأ دائما الشروط تتلقي لك مواء على أساس أنك تبدل رغم ما شيء مشكلة بالبينال ولا بالبينال هذا بالنسبة لأخبار الرحلات الجوية من جميع الدول إلى المغرب الخبر الثاني اللي بغينا نحطوه لكم هو على أساس الناس اللي بغوا يسافروا في الباخير يعني هنا كما تكتبوه العناوين جراء يصف على إسبانيا خط بحري جديد يربط بين البرتغال والمغرب وهذا سعر التذاكير يعني سعر التذاكير علموا بها لأن الرحلة ما بين بورتيماو إلى طانجا ستقرأ تسعة تسوية هذا علش ستقرأ التذكير الفورفيل لديرين المغرب ديرها 450 أورو يعني 4500 درم أقل شوية ولكن 450 درم هذا بالنسبة للناس اللي بغوا يسافروا به جينتا من أي دولة إلا كنت انت مستعد تمشي من طاليان ومزيانا لك راك تمشي حتلت ما بدون أي مشكلة أو من الناس للفرنسا راكين الناس قريب لهم يمشي منه لأن المهناء دي السات راكين زادوا رحلة أخرى للحسيمة ومشات رحلة تجريبية وده برها فتحو حتل الحسيمة من السات إلى الحسيمة وكين من السات إلى الناظر ومن السات إلى طانجا أما بنسبة جينوفا راكين ما زال الأسعار غالية للناس بغوا يمشيوا من جينوفا إلى طانجا ديرين غادي يكون واحد أسعار مخفضة ماشي 950 أورو ستكون واحد أسعار مخفضة وإن شاء الله راكين ندير لكم فيها فيديو غدا ولا بات غدا كي غا حطوها قد نحطها لكم يعني غير في تواريخ محددة ماشي في جميع التواريخ هنحط لكم هذه التواريخ لفاتما نرخيص وراء أظن هذوك التواريخ راهم مزيانين لبعض الفئة يعني فئة من العمال غادي يكون هذوك التواريخ مزيانين لهم وأنا غادي نحط لكم وغادي يكون تمان ديالهم مرخيصة ماشي الخيص جدا ولكن في المتناول يعني بحل أثمين اللي كانوا السنوات الفاريطة العادية وهنا راكي ما تقولوا يعني هنا في الخبر دياله هنا سواء في مجموعة من الجرائد بأنه راه تمت الموافقة على أن السلطات البرتغالية أبدأت الرغبة ديالها وكذلك السلطات الميناء ذا بورتيماو وافقوا ما عندهم احتشي مشكلة علاش غتكون مشكلة وما جاتهم فرصة احتل بين يديهم غادي ينتاعش هذ الميناء اللي غادي كثروا فيه الرحلات الحاجة الأخرى الخبر اللي غادي تكلموا عليه هو أنه بالنسبة للحكومة تتعلن بأن هارا غادي تدير تحيين لاش للناس اللي في الله يحبين يعني الإخوان والأخوات اللي أغلبيتهم في الخاليج أو في الدول الأسيوية كما عارفين وبعد ما قال حتى العثماني قالوها من بعد يعني جميع مسؤولين على أساس راك كل 15 يوم غادي يكون واحد التحديث وكما تتعرفوا أن الراحلات بدأوا نهار 15 في الشهر يعني في هذي اليومين ثلاثة القادمين رادي غادي يكون يعني واحد يعني واحد التحديث لللا إحبين يعني الدول اللي غادي اتشار وأظن والله أعلم بأنه غادي يحيدوا الدول العربية لأنه ما عندهم مشاكل كثيرة خصوصا دول الإمارات والبحرين وممكن حتى القاطر وغادون حتى الكويت لأنه ما عندهمش حالات كثيرة ويعني عندهم تحت السيطرة على حسب هذا التصريبات غادي يحيدوهم هذا الحجر الحجر الفندوقي على أساس باش الإخوان وهذه الجارية حتى هما يجوا بدون أي مشاكل وبدون قيود مع لكم إلا تصبروا شي شوية الإخوان اللي بغاية قطعوا في الرويال راه قال تحت الرويال قلت لهم راه الموقع تيت بلوكا راحنا تنوقفوه يعني عليكم غير تصبروا شوية شوية غير تصبروا شوية ورحنا مرة مرة تنحطوا هذا يعني لبروموسيو وعليش لأنهم اللي تلقوا طائرات باش تكريهم من شركات أخرى هذه الطائرات يعني تحطوهم في المتناول هذه الجارية المغربية إذن يعني الناس اللي بغاوا يسافروا معلهم إلا يصبروا شوية إلا ما كتابش أنك تفشي تعايد في المغرب راك تفشي الدول الصيف على الأقل في المغرب غير شوية تصبر وراك كل شي إن شاء الله بإذن الله غادي تقضى ونطلبوا الله سبحانه وتعالى أنه يكون هذا الفيديو خفيف على قلوبكم ونكونوا احتحنا خفيف على قلوبكم وما تنسوا نسبة نقطة على اشتراك وتفعيل جارة وبرتاج الفيديو مع الإخوان والأخا والديلك باش تعمل فائدة للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة